تواصل حكومة محمد السودان على ذات الطريق الذي بدأته الحكومات السابقة منذ احتلال العراق عبر حملات اعدام متكررة يذهب ضحيتها العديد من الابرياء عمليات الاعدام الاخيرة لمحكمين منذ سنوات طويلة كانوا قد قدموا تظلمات تطالب بعرضهم على القضاء وتؤكد براءتهم من تهم نسبت اليهم او باعترافات انتزعت تحت التعذيب ما يظهر بحسب مرصد افاد الحقوق اصرارا حكوميا على تجاهل كل الدعوات الاممية والدولية في اعادة النظر باحكام الاعدام التي استسهلتها الحكومات السابقة والاجهزة القضائية في اجواء تفتقر للعدالة والمحاكمات الشفافة وكانت هيئة علماء المسلمين في العراق قد اطلقت الشهر الماضي حملة ذات بعد انساني وقانوني لانقاذ المعتقلين وايقاف جرائم الاعدامات التي ترتكبها السلطات الحكومية ودعت الهيئة في هذا الصدد الى تشكيل لجنة وطنية لمتابعة موضوع السجناء العراقيين ورصد كل ما يتعلق بعمليات الاعدام والتصفية الجسدية في السجون الحكومية ونظمة العفو الدولية اكدت في بيان سابق لها انه ينبغي على السلطات في العراق ان توقف فورا جميع عمليات الاعدام لا سيما وانها تأتي بناء على تهم ارهاب فضفاضة ومبهمة للغاية واصلا عدام مقلق للشفافية مشيرة الى ان نظام القضاء في العراق ابتلي بارث من الانتهاكات والتجاوزات فيما يخص حقوق الانسان ما ادى الى الحكم بالاعدام على الالاف من الاشخاص عقب محاكمات بالغة الجور ودون مراعاة الحقوق الانسانية للمحكومين حملات الاعدام المتكررة تمثل واحدة من اسوأ صور انتهاكات حقوق الانسان في العراق عبر الية قتل بسببها الكثير من الابرياء وهناك اخرون ينتظرون مصيرا مشابها ما لم يضع الحد لهذه الحملات التي تفتقر لابسط المعايير الانسانية والقانونية اشتركوا في القناة